اشتركوا في القناة وقال معاليه نوحي دور المقدر الذي كان ولا يزال يطلع به جميع منتسبي الجسم الصحفي والذي تكونت لديهم خبرة مهنية واحترافية بفضل النهج الذي تسير عليه مملكة البحرين والقائم على دعم الحريات المسؤولة وتشجيع الكلمة الصادقة الأمينة للإيمان بمن الصحافة من دور تشاركي يسهم في تنوير وتثخيف المجتمع ويبرز المنجزات الوطنية وينبه إلى جوانب القصور والخلل لتحدث بذلك عملية التصحيح والتطوير التي ينشدها الجميع هذا وستنشر الصحف المحلية في أعدادها التي ستصدر صبيحة يوم بعد غد الأثنين حوارات صحفية شاملة وموسعة أجرها رؤساء التحرير مع معالي نائب رئيس مجلس الوزراء على هامش الزيارة التي اطلعهم فيها معالي على مشروعي بلاج الجزائر ومنتج جميرا خليج البحرين والذين يأتيان في إطار قطة التعافي الاقتصادي وتغطي الحوارات الصحفية في مجملها والتي تتميز بشموليتها وتفرد كل الصحفة الصحفية ببضمونها الخاص بها بناء على ما تلقاه معالي من أسئلة من رؤساء تحريرها أكثر من عشرين محور يتناولوا واقع ومستقبل البنية التحتية في مملكة البحرين مثل موضوعات نسب إنجاز مشاريع البنية التحتية المدرجة ضمن برنامج الحكومة وحجم الإنفاق على المشاريع على مدى السنوات الماضية والمشاريع ذات الأولوية من حيث التنفيذ في المرحلة المقبلة والملف الإسكاني وسبل ضمان تحقيق استدامة الخدمات وغيرها من المحاور المهمة كما تسلط الحوارات الضوء على دور اللجنة الوزرية للمشاريع التنموية والبنية التحتية برئاسة معالي في دراسة المشاريع التنموية والعمرانية والبنى التحتية ومتابعات تنفيذها ومراجعة السياسات والاستراتيجيات المتعلقة بتلك المشاريع وغيرها من جانبه أعرب الأستاذ عيسى علي الشايجي رئيس جمعية الصحفيين البحرينية بالأصلة عن نفسه ونيابة عن جميع منتسبية الجمعية والكوادر الصحفية والإعلامية أعرب عن شكره وتقديره لمعالي نائب رئيس مجلس الوزراء على لفتته الكريمة بإطلاع رؤساء تحرير الصحف المحلية على أبرز مستجدات المشاريع التنموية الحكومية والتي تنفذ لتطوير منطقة الساحل الجنوبي الغربي لمملكة البحرين وأكد الشايجي أن حرص معالي على تواجد رؤساء التحرير في هاتين الزيارتين والحديث مباشرة إليهم والإجابة على كافة استفساراتهم يجسد ما تحظى به الصحافة المحلية من تقدير واهتمام من قبل المسؤولين لتمكينها من القيام بدورها على أكمل وجه في تقديم وإيصال المعلومات الصحيحة المستقات من مصدرها